علشان كده لو هنسب اللي حصل النهاردة لحد فهنسبه لجمهور الزمالك أولا وبعد كده نتكلم على لعبين تقلقه على لعبين تميزه على لعبين عملوا شغل كويس على مدرب سهل وصعب كويس ومش كويس كبير ومش كبير هتقول لي انت بتقول ألغاز هقولك ده حالك وحالي وحال أي حد بيتفرج على الكورة ليه؟ وسوريو كاسيبي مدرب كبير وسوريو في بعض اللقطات وفي بعض المباريات أو بعض الأوقات في بعض المباريات بيعمل حاجات عظيمة جدا بس هو يجننك يحيرك يبدأ بتشكيل غلط يعدل في الشوت التاني يبدأ بتشكيل صح يبوزه الشوت التاني يعمل خطة ما تفهمهاش انت نفسك ما تفهمهاش وغالبا اللاعبين في الملعب بيبقش فاهمين زي ما حصل النهاردة في الشوت الأول وهنشرح فنان الأمر وبعدين تقعد تقول لنفسك طب هو أسوريو ده مفهوض يكمل ولا ما يكملش طب هو كويس ولا مش كويس يعادي حيارك يعادي ضيقك طيب هحسبها لك حزبة تانية وأنا هنا مش بادعه مثلا إنه أسوريو مفهوض يمشي بالمناسبة يعني اللي هقوله دوت مش معناه إنه أسوريو هيمشي أنا بمهده قبل ما أقول أنا لما باجي أشتري لعيب أنا نادي باجي أشتري لعيب فوق أوروبا سيبك من اللي بيحصل في الدولة المصري فوق أوروبا يعني يبصوا على اللعيب دوت يقولك اللعيب دوت خطر يعني إيه اللعيب ده خطر إنه أقول لعيب كويس بس انفعالاته سريعة عنيف ممكن ياخد طرد في أي وقت فيبقى وزل المتش ممكن يعمل أزمة ممكن يعمل مشكلة ممكن يعمل تاكلينج يبقى فيه ضربة جزاء فاللعيب ده خطر فأوروبا صحيح كويس بس مش أجيبه عشان ده خطر وسوريو كده اللي هو مدارك كويس جد بس بيجي زي يعمل مقالب بايخة زي النهاردة أو زي المبارتين أرتا سولار اللي هو فجأة تلاقيه عمل حاجات غريبة أوبركوتشنج فلسفة زيادة فتبوز الدنيا اللي حصل النهاردة في المباراة ببساطة شديدة اللي فرج على المباراة فنيا يعني إنه الشوت الأول كالعادة وسوريو بيزودها بيزودها اللي هو فتوح تالت في خط الدفاع مش في النص ولا ليفت باك مسا ولا زي الأيسر إنه مصطفى الزناري هو اللي ناحية اليمين وحمزة المسلوسة هو اللي في نص الدفاع إنه عمر جابر في النص وشكبالا معاه في النص تمانية إنك ما تعرفش يزيز وفيين وما تعرفش ولا تعرف ناصر منسي وسيف الجزيري مين فيهم مهاجم ومين بيتطرف على اليمين أو على الشمال لغبطة كبيرة جدا اللغبطة دي تمانها إيه إنه أنت تحس إنه لعبة نادي الزمالك ما بتلعبش كويس فإنت بدورك كمشجأ أو متابع تنتقد لعب الزمالك سوف حية الأمر وأشرح لك على اللي حصل في الشوت التاني لما بدأ يلعب أربعة واحد أربعة واحد زي الناس والحاجات اللي مفهومة إنه حط كل لعب في مكانه إنه عمر جابر بقى ناحية اليمين بقى كيمين إنه أحمد فتوح بقى بقى شمال إنه زيزو بقى أجنح أيمن إنه مصطفى الشربي بقى أجنح أيسر والأمور بقت سهل فتلاقي ببساطة زيزو ياخد الكرة ناحية اليمين عمر جابر بيجري له على الخط ناحية اليمين فيدي له السروب فعمر جابر يرفع تلاقي أحمد فتوح ناحية الشمال بيجري مصطفى الشربي يبصيله ويرفع والحياة سهلة وبسيطة أوباما نزل بقى يصنع اللعب بقى يبصي هنا ويبصي هنا والحياة سهلة وبسيطة وجميلة ليه؟ إنه كل واحد بقى فاهم دوره في الملعب لكن واضح إنه إنت لما تعوز تعمل أدوار مركبة لعبة نادي الزمانك ما بتفهمهاش خلاص إحنا فهمناها وتوقع مش توقع متأكد إن الجهاز المعاون فاهم إنه اللعبة مش قادة تعمل أدوار مركبة اللي هو لو سباحة هتدافع شوية وتخش في نص الملعب شوية بعد كده عايزك في منطقة الجزاء بتاعة ترخص بعد كده عايزك بسرعة ترجع تدافع لو ضع المركبة دي غالبا مش عاق في أعملها لعبة الزمانك الموجودين دول وغالبا ما بيعملهاش لعبة كتيرة في مصر أصلا فأنت يا عم مش بتضرب منشستر سيتي ما تلعب السهل وبعدين إنت بتلعب مع مين بتلعب مع أرطة سلار يعني أنت مش بحاجة تفاجئهم بخطة خزعبلية بطريقة لعب جهنمية أنت بتلعب فرقة سهلة جدا ما تلعب المعروف ليه بتجود ليه بتحط الزمالك في وضع صعب عشان كده في البداية قلت هو النهاردة الزمالك فرحنا أنه الكرة المصرية عيب لما يبقى ممثلها الكبير نادي الزمالك يخرج لقدر الله كان من دول 32 في بطولة الكونفيدرالي الأفريكية اللي هي بطولة مفهود أسهل كمان من دولة أفريكية ومن فريق اسمه أرطة سلار فحنا مبسوطين وفرحانين طبعا ومن حق جمهور الزمالك يفرح عشان ما كانتش مستحمل خبطات تانية بس كده كده الزمالك الطبيعي أنه يكسب أرطة سلار طبيعي وبسهولة ومن مباراة الزهاية بتكسبها وتكسب مباراة العودة والأمور تبقى وما يخش فيك هدف وكل الأمور دي وما يسجلوش أصلا فيك أي هدف بس هقول الله حصل والزمالك كسب أنا شايف أنه أسوريو محتاج يبدأ يسمع الجهاز المعاون أنا أتصور أن الجهاز المعاون كان ليه دور ماف اللي حصل في الشيط التاني دور قوي يعني وكويس أنه أخذ برأيهم لو ده حصل يعني بس يسمع بقى والزمالك مش مستحمل تأليفه مستحمل إيه؟ أنك تلعب السهل وإن ده مدرب كبير ما قولي جننك أنه الراجل ده فعلا مدرب كبير سبيو وشغل واجتهاد واللعبة تقولك أنه الراجل مجتهد جدا في التدريبات وبشتغل بييده وكل حاجة ما أنت مش قادر تهاجمه حتى يا مش قادر أطلع أقولك النهاردة وسوريو النهاردة أثبت رسميا أنه مدرب ضعيف هبقى بجدب وسوريو النهاردة أثبت أنه مدرب عظيم هبقى بجدب هو حطك في حتة مشوشة هو حطت نفسه فيها وحطت اللعيبة فيها وحطت الجماهير فيها وحطت المتابعين فيها بدون داعي عموما ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وأولا وأخيرا جمهور نادي الزمالك وفي النص لعبي نادي الزمالك اللي أده بشكل رائع جدا في الشوت الثاني النهاردة بأداء كبير جدا